اشتركوا في القناة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بمناسبة احتفالات مملكة البحرين بأعيادها الوطنية احياء لذكرى قيام الدولة البحرينية الحديثة في عهد المؤسس أحمد الفاتح كدولة عربية مسلمة عام 1783 ميلادية وذكرى تولي حضرة صاحب الجلالة عهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه مقاليد الحكم كما هنأ المجلس ابناء البحرين بهذه المناسبة الوطنية مشيدا بما حققته المملكة من انجازات على كافة الاصعدة والمجالات في ظل المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة عهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بعدها أشهد مجلس الوزراء بنتائج المباحثات التي أجرها حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه مع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان السعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية الشقيقة وما أكدته من وحدة الموقف والمصير المشترك تجاه مختلف القضايا والتطورات الإقليمية والدولية منوها المجلس بأهمية زيارة سموه لمملكة البحرين ودورها في تعزيز آفاق العلاقات الأخوية والتعاون الثنائي كما أشهد المجلس بمخرجات الاجتماع الثاني لمجلس التنسيق السعودي البحريني برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيسي مجلس الوزراء وصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيسي مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية الشقيقة حفظه الله والتي تدفع نحو مزيد من التكامل بين البلدين في مختلف المجالات في إطار العلاقات الأخوية الراسخة وأشهد المجلس في هذا الصدد بما تم مناقشته خلال مجلس التنسيق السعودي البحريني من حزمة المشاريع الاستثمارية الكبرى في مملكة البحرين واستهداف الجهة والصناديق المعنية بالمملكة العربية السعودية استثمار خمس مليارات دولار في المشاريع التنموية بالمملكة إلى ذلك فقد أكد مجلس الوزراء أن رؤى حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى أعلت قيم التسامح وحوار الثقافات والأديان وجعلت المملكة نموذجا يحتذا في هذا الجانب وذلك في معرض ترحيب المجلس بافتتاح الكاتدرائية الكاثوليكية الجديدة في عوالي والذي أقيم تحت الرعاية الملكية السامية ثم نوه المجلس بلقاء صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيسي مجلس الوزراء حفظه الله مع أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة رئيس الوزراء حاكم دبي وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل انهيان ولي أهدى موظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وهنأ دولة الإمارات العربية المتحدة بنجاح سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورميلا ون منويها بالجهود المبدولة لإنجاح هذا التجمع الرياضي الهام وإظهاره بالصورة التي تعزز مكانة المنطقة في عالم سباق السيارات وبمناسبة يوم الشرطة البحرينية فقد ثمن مجلس الوزراء الدور الذي يطلع به منتسب وزارة الداخلية في ترصيخ الأمن بما يدعم المنجزات الوطنية مشيرا في هذا الصدد إلى ما تشكله زيارة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس الوزراء حفظه الله لوزارة الداخلية مؤخرا من تأكيد على التقدير للدور الذي يطلع به رجال الشرطة في حمل مسؤولية الأمن بعد ذلك استذكر المجلس بمناسبة يوم الشهيد شهداء الواجب والذين قدموا أرواحهم فداء لوطنهم وأمتهم ضاربين أرواح مثل في التضحية والفداء سائلا الله عز وجل أن يرحم شهداء الوطن الأبرار وأن يحفظ مملكة البحرين ويديم عليها نعمة الأمن والاستقرار بعدها قرر المجلس زيادة الدعم المقدم عبر برنامج الدعم المالي للأسر محدودة الدخل بنسبة 10% وذلك في ضوء التوافق الذي تم بهذا الشأن مع مجلس النواب حيث أعرب مجلس الوزراء عن شكره وتقديره لأعضاء مجلس النواب ومجلس الشورى على ما يبدونه من حرص دائم على تعزيز التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بما يدعم مسيرة التنمية ويعود بالنفع على المواطن كما وجه الشكر إلى اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي برئاسة معالي نائب رئيس مجلس الوزراء على جهودها الطيبة بعدها وفي إطار التوجيهات الملكية السامية بتوفير 40 ألف وحدة سكنية أمر صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بتوزيع ألفين وحدة سكنية على المواطنين واستكمال توزيعها قبل نهاية الشهر الجاري وكلف وزارة الأسكان باتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة للشروع في توزيع الوحدات الإسكانية ضمن مشروعات مدينة شرق سترة ومدينة خليفة ومدينة سلمان ومدينة شرق الحد بعدها أكد المجلس الحرص على المتابعة المستمرة لتطورات العالمية بشأن فيروس كورونا كوبيد 19 وتحوراته مشددا على أهمية الوعي بأن جرعتين تطعيم المضاد للفيروس يتطلب معها الجرعة المنشطة لتعزيز فعليتها في توفير الحماية اللازمة بما يضمن صحة وسلامة الجميع بعد ذلك أعرب المجلس عن أصدق تمنياته بالتوفيق والنجاح لاجتماع الدورة الثانية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي تستضيفه المملكة العربية السعودية الشقيقة يوم الثلاثاء الموافق للرابع عشر من ديسمبر الجاري والخروج بقرارات وتوصيات تعزز مسيرة العمل الخليجي المشترك وتحقيق تطلعات شعوب المنطقة ثم أعرب المجلس عن تعاطف مملكة البحرين وتضامنها مع حكومة والشعب الولايات المتحدة الأميركية الصديقة جراء الإعصار الذي ضرب عددا من الولايات معربا عن خالص التعازي والمواساة لأسر وذوي ضحايا وللحكومة والشعب الأميركي الصديق وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل ثم نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول أعماله وقرر ما يلي أولا الموافقة على المذكرات التالية مذكرة اللجنة الوزرية للشؤون القانونية والتشريعية بشأن تسمية الوزير المسؤول أمام السلطة التشريعية عن مؤسسة التنظيم العقارية مذكرة اللجنة الوزرية للشؤون القانونية والتشريعية بشأن مذكرة تفاهم بين جهاز المساحة والتسجيل العقري ووزارة الدفاع بالولايات المتحدة الأمريكية بخصوص أنشطة المسح البحري الهايدروغرافيا والأنشطة المرتبطة مذكرة اللجنة الوزارية لشؤون القانونية والتشريعية بشأن رج الحكومة على ثلاثة اقتراحات برغبة مقدمة من مجلس النواب بعدها استعرض المجلس الموضوع التالي مذكرة سعادة وزير الإسكان بشأن آخر مستجدات المشاريع الإسكانية ثم أخذ المجلس علما من خلال التقارير الوزارية المرفوعة من أصحاب السعادة الوزراء بشأن المشاركة في الدورة الخمسين بعد المئة للمجلس الوزري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والمشاركة في الدورة التاسعة والعشرين للمكتب التنفيذي للمجلس العربي للسياحة والدورة الرابعة والعشرين للمجلس الوزري العربي للسياحة